شاركت جموع غفيرة عصر الاثنين في بلدة أدر بمحافظة الكرك في تشييع جثمان الشهيد سائد المعيطة الذي استشهد خلال أحداث الكرك وشارك في تشييع جثمان الشهيد الذي واري الثرى بعد الصلاة عليه في مسجد أدر الكبير سمو الأمير راشد بن الحسن ومئات المواطنين من أبناء المحافظة والفعاليات الشعبية فيها وتسلم العقيد محمد المعيطة زميل الشهيد سائد المعيطة مندوبا عن والد الشهيد علم الشهيد هذا علم الأردن كنا نجافع عنه يستحقه هذا الشهيد وهذا شهيد وطن ونحن نعزي أنفسنا قبل من نعزيه شخصيا الله طول عنه هذا شرفين إن شاء الله غير نحافظ علينا الله طول عنه ويعني البقية بحياتكم والعزاء ليس للكرك فقط العزاء للأردن كل والله سبحانه وتعالى شرح والله بحمد الله ربما والبقية بحياتكم والبقية بحياتكم والبقية بحياتكم والبقية بحياتكم